اكد صارت السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية ان الحكومة الموقرة برئاسة صاحب سمو الملكية الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تولي تحديث مخرجات التعليم والتدريب اهمية خاصة وجعل منظومة التعليم والتدريب مليئة ملبية للاحتياجات الفعلية والمستقبلية لسوق العمل ونوه حميدان خلال رعايته لفعالية يوم المهن الافتراضي 2021 التي نظمتها الجامعة الخليجية بمشاركة عدد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص بدور المجلس الاعلى للتعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء للإشراف على إنشاء البنى التحتية للمناهج التعليمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واشار حميدان لأنه سيتم خلال الفترة القادمة إطلاق منصة متخصصة لمهارات التوظيف تتضمن بيانات متكاملة للطلبة وعولياء أمورهم توضح الوظائف الفعلية والمستقبلية والتي من خلالها يحدد الطالب توجهاته المهنية ويعمل على تحقيقها من خلال اختيار تخصص الدراسي المناسب